لا أعلم إن كنت كنت موسلمانة أنا كنت موسلمانة ولكن... مرحباً وقلوا لي في التعليق سأخبروني ما يبدو لكم ونقسموا لكم ونسمعوا لها ونحلوا لها سأخبروا لكم أنا جوجيرا وين مرحباً؟ أنا من مرحباً نعم نعم أنا من مدريد أنا من مدريد ولكن قبل 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 قامتا لأنه مهزة ومهزة ومهزة من المساعدة ما نعم مرحباً شكراً ليصلاً عددة جاهسين بعد午eny دائماً نعم ، Un دائماً جاءً ت SAT م Lazar منظم اذا كيف ما سمعتوه كيف ما شتوه كان هادو طريح اولا الكلام ديال الشابة المغربية لي اتار جدل كبير هنا في اسبانيا وبزاة في المغربة ما عجبوه مش لحاله وقال لك هاد السيدة هادي لا تمتلونا وهاد السيدة هادي حشمات بناكة مغاربة وهاد اسكلم هادا حنا ما كيمتلناش وبزاف ديال الكلام. بعدها نشرح لكم اشنو تقال بالنسبة الناس اللي ما كيفهموش لغال اسبانيا باش هنقول شي فهم بعدها. الكلام اللي قالت هادو واحد شابة مغربية مقيمة في اسبانيا من اللي كان في ع مرة تلسنين هاد كلام قالت بانها يعني مغربيت الاسلم وقيمة في اسبانيا للسنوات طويلة. وقالت بانها يعني مسلمة احيانا مرة 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 مسلمة مرة مش مسلمة. مرة دير رمضان مرة مكدرش رمضان يعني اه قل لك باللي كبنيك مش تقصر كتشرب يلا بغا تشرب اه هي والقنى دياله يعني مسلمة مش مسلمة ما أواضحاش يعني واش مسلمانيشا ولا ماشي مسلمانيشا يعني كيجيو ها الصلوات خمسة صلوة في نار قلتك بأنك تجيها بزاف طويلة صعيبة رمضان يعني كيجيها صعيب يعني هي كتدر على رأسها الإحساس ديالها والحياة ديالها وكيفاش كتعيش كتكلم على نفسها هذا الكلام هذا اللي قالت فهذا الشيء كامل اللي قالت على رمضان وعلى الصلاة وعلى كل شيء وعلى الحياة ديالها هذا الكلام هذا كله كتمثل رأسها الإخوان ما كتمثلنيش أنا ما كتمثلنيش أنا كمغربي ولا كتمثل كنتها هادي كلم كيمتلها هي نفسها لانك تتكلم على رأسها والطريقة لعيش ديالها وكيفاش كتشوف الأمور هي أول حاجة بعدها باش نتفهموا هات السيدة هادي اللي كتعيش في إسبانيا وهادي اللي ما مسلمها ما مسلمها شكو اللي ربها ما ربوها والدها لانه جاءت إسبانيا في عمارة السنين شكو اللي ربها من صغراتها ولد قد كتب اللي نشوفنا في هذا البرنامج هذا تدرتها تصريح هذا اللي متير للجدل ربوها والدها إذن شكو اللي مسؤولة للتربية ديالها مسؤولين والدها والدها هم مسؤولين للولين للتربية ديالها هم اللي كانوا يعني خاصهم يوريوها الدين ديالها الصحيح ولي رجدوها الطريق المستقيم وبعد لمرة رحتات تربية دياليك كيديروا مجهود ديالهم ولكن كينا بعدد الشاب اللي فرسوا ورافرسوا وخربواه والدها على واحد سيستيم يقدر يتوجه سيستيم أخر شوفواه القناعة دياله هات شي كامل احنا اللي كيهمنام هات شي هذا كامل واش كتمتلنا احنا المغربة ولا ما كتمتلناش احنا فهات صريح ديالا ما كتمتلناش انا ما كتمتلنيش كمغربي علاش او لا كمسلم علاش لانا تكلمت على رساء فوقاش انا كي درني الخاطر او لا كنحس براسي اه مقيوس فوقاش المغربي كي قيصني انا منيك تكون شي حاجة متعلقة بالعامة مثلا انا شخصيا شفت شي مغربي صارق مثلا وغاد يهارب وجدرين عليه وقالوا بأنه مغربي هات كيمتلني ذلك الساعة لانا كي ادي الناس كي ادي الناس وهو الجنس يديه المغربية فهذا الحالة انا كي درني الخاطر او مثلا شي مغربي لقيتو كي اعتدي على عباد الله كي يضرب في عباد الله وعارفو انا مغربي انا في هذا الحالة كي ندر او لا جاب شي فردي بقى كي قتل في عباد الله او لا بغي الترتق او لا بغي يدير شي حاجة في هالايدايا الاخرين اني كتكون في هالايدايا الاخرين كيمتلني او العكس مغريبي دار واحد الانجاز رباح في واحد البطولة تخلف واحد السباق والول اول مغربية ربحت في شي حاجة شي انجاز شي علم شي اختراع هو عايش في الغربة عايش في اوروبا مثلا هذك يمتلني لانه هو دار واحد الانجاز اللي هو والمغاربة بالراية المغربية واحد الحاجة كنت شاركوا فيها كيمتلنا ذك الساعة كانت حاجة خيبة كيمتلنا كانت حاجة غزوينة كيمتلنا اما واحد كيتكلم على راسه غير بينه وبين راسه شغلو هادا كاسيدي فهنا ما كتمثلنيش انا ما ما اعتبرش قاعة مغربية وما مسلمة شغلها هاداك قسكم تعرفوا هاد القضية انا ما كيشي قاعة المغربة مسلمين انا كينا مغربة مسلمين مغربة مسيحيين مغربة يهود مغربة ما عنده بتشيديانة كايناتش هادا ايه الدولة المغربية في المدونة الجديدة اللي غتتعدل عادتنتقل من دولة اسلامية دولة الليبرالية واش ما عارفين شغل القضية هدي التحول المغرب يتحول من دولة اسلامية دولة الليبرالية يعني كل واحد حور في حياته يدير اللي يبغى يسلم ما يسلمش يصلي ما يصليش يصوم ما يصومش يعني يعني الحرية يعني هادش هادا كتمثل راسك براسك غدأ امام الله غدتحاسب انت بوحدك مع ربي اراه مك ولبك ما عتعقلش عليهم بحسن وحدة لخص مك ولبك ما غاتعقلش عليهم لا ابوك لا اموك لا اخوك لا صاحبك لا تجي واحد يعني غدأ امام الله كل واحد عيتحاسب على الفعل دياله بوحده حسن تقوله اراه لي ما يعطيها لكش يعني ان هالسيدة صامت ما صامتش صلات صلات ما صلات شربات شراب ما شربات سلمات ما سلمات ماشي شغلية انا كتمثل راسا بينها وبين مولها انا ما ادتني فواله وما امثلتني فواله انا موضوعيني عادي جدا واحنا كاما غريبة قاع مخصن تأطره وقاع مخصن تسوقه ولا نكبرونا الموضوع ولا يبقى فينا الحال واش المسلمين ضعافين تنا الدرجة هذي تصريح واحدة غادي قادينينا بحلقة جموفونا تصريح هذا تصريح كما بغت شغلها هذك بس ألا عادية جدا غير لموضوع كبر والضخم وقدر منه قضية رائعة ما عف شنو كنت شو بليك يهضر عليه انا مسبلية ما كينتاج حلماتش هذا كيتمتنيش قاع مارات سيدة هذي وصافت بالرا صحية هذي فيك المشكل ما كينتاجي مشكل نهائيا خوتي هنه دور رأي ديالي هذا الشي اللي كنشوفه بالقناعة اللي عندي كمسلم الحمد لله يعني هذا الشي اللي كي يبلي كل واحد في الديانة بعدها كل واحد بينه وبين مولاه صافي هذا اللي كنا نضرب على رأسي إلا غندرش حاجة زويلة نضرب عربي باش نضرب على رأسي أما شي واحد خور إلا ما بغاش طريق هاي كل شي واضح طريق بينه مرسومة بغيش يتبعها هاي باش تخرج وشي اللي يعونك انت مسؤول على الخروج ديالك ديالك شي اللي عاد لقاه من اللي عاد لقاه من اللي عاد لقاه في الكامينو ديالك انت مسؤول لي انت ما بغيت بشي معانا احنا غادين هكا وانت مشيتي هكا او لمشيتي هكا احنا ما مسؤوليش عليك دبر رأسك دبر لمحينك فقط لا أقل ولا أكتر هدا هو الموضوع لا يستدعي ديالك الجدال والغوات والصلاح كامل انا هدا هو الرأي ديالي وما كرهتكم مش تقولوا الرأي ديالك انتمو في تعليق عبر كيف ما بغيتي قول الرأي ديالك اللي كتشوفه مناسب قولوا في تعليق خليه في تعليق ما غالي مسحتشي تعليق إلا لسبيتي لسبيتي وقلتي شي كلام نبي ساقط كمسح تعليق إلا خليسي تعليق سواء كنتنتقدني أو كنتتأيد الفكرة ديالي أو لا عن خليق قليب ما غالي مسحش تعليق ديال عن خليق قليب وما رحبا ما كين الموشكين من الفيديو ولكم تعليق اشترك في فيديو ديال لايك فيديو كيتسال هنا تفيدو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته